أهلا بكم ثلاث رؤى لحل الأزمة اليمنية على طاولة مشاورات الكويت رؤية للحكومة وثانية للميليشيا وثالثة للأمم المتحدة نبدأ برؤية الحكومة ركز الإطار العام لها على البدء بإجراءات بناء الثقة وتضمنت إطلاق المعتقلين والمختطفين وفتح ممرات آمنة لكل المدن وكذلك الوقف الفوري للأعمال القتالية والانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة تضمنت الرؤية أيضا استيناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه وإصدار قانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات والترتيب لها بحسب القانون الجديد أما رؤية وفد الميليشيا فقد ركزت فقط على وقف إطلاق النار ورفع الحصار الذي فرضته دول التحالف عليهم وعلى الحل السياسي تضمنت هذه الرؤية التوافق على سلطة تنفيذية جديدة لتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية هذه النقطة بالتحديد ترفضها الحكومة تماما وتشترط تنفيذ بنود بناء الثقة التي اتفق عليها في مشاورات بيال السويسرية تضمنت رؤية الميليشيا أيضا اتفاق السلم والشراكة وهو بند خارج نطاق مرجعيات المشاورات واشترطت أيضا عدم إقصاء أي مكون سياسي وتقصد به المخلوع صالح اقترحت رؤية الميليشيا أيضا تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة قبل أي إجراءات أمنية بالإضافة إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة توافق وطني أما رؤية الأمم المتحدة فقد تضمنت تفاصيل خطة متتاخلة زمنيا وجغرافيا من حيث النقاش والتنفيذ اجتملت رؤية الأمم المتحدة على ثلاث مسارات عسكري وأمني وحكومي وسياسي تبدأ الرؤية بتشكيل لجنة وطنية وأخرى على مستوى المحافظات للإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وبحسب الرؤية فإن عملية الانسحاب تبدأ من صنعاء تعقبها عملية تسليم السلاح ونشر قوات لحفظ الأمن في نفس المنطقة ثم الانتقال إلى نقطة عودة الحكومة ومنها إلى نقطة إزالة العقبات والعراقيل التي تعيق أداء الحكومة ومن ثم يتبعها النقاش حول الخارطة الانتخابية هذا الترتيب يسري على كل المناطق مع إضافة تفاصيل فيما يتعلق بالترتيبات الحكومية والسياسية تنص رؤية الأمم المتحدة على بدء المشاورات حول الدستور وعند الانتهاء من الترتيبات الأمنية والعسكرية وتمكين مؤسسات الدولة في كل المناطق يكون الفريق السياسي قد انتهى من كل الإجراءات تتلوها انتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب اختتمت رؤية الأمم المتحدة بنقطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في هذا حاولت رؤية الأمم المتحدة أن تلائم أو توافق بين الرؤيتين لكن يبقى السؤال أي رؤية سيتفق عليها الأطراف للخروج بحل للأزمة اليمنية موسيقى موسيقى موسيقى